السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يا جماعة مهمة جدا مش هتلاقي اي حد على اليوتيوب بيتكلم في الكلام اللي انا بقوله ده بالتفصيل محدش هينقلك خبرته بالتفصيل في فيديوهات. بنسمع الفيديو ده كويس جدا في حاجات مهمة انا حاول اختصر. هقول للنقطة الخامسة اللي هي في عنوان الفيديو دي بسرعة. معاك وراء وقلم اكتب ايه هي اهم حاجات تاخد بالك منها لو انت جاي المانيا او انت لسه وصل المانيا جديد. تمام? اول حاجة تكون حريص جدا. بمعنى يعني حريص جدا. يعني ما تصدقش اي حد. حتى لو كان الماني وبتاع دايما احنا بنباجيين اه يعني كاجانب مفكرين ان الناس هنا كلها طيبة ان الناس هنا كلها اه اه عندهم زمة وامانة. المعظم كده. تمام? بس برضو في ناس وحشة زي اي مكان فيه كويس وفيه الوحش. تمام? طيب ايه مثال بسيط على الموضوع دوت? مسلا موضوع اه العقود. ايه العقود? يعني هتيجي مسلا انت بقى راجل جاي جديد هتعمل عقد مسلا هتأجر شقة. هتعمل عقد للتليفون. هتعمل عقد للانترنت. هتعمل عقد مسلا تأمين اي حاجة هتعمل عقد اشتراك اي حاجة اه مسلا جيم اشتراك انترنت اه قلنا الانترنت اشتراك مسلا اه اه ايه تاني يا ربي الحاجات اللي هي. هو كل الحاجة هنا يعني عمتا باشتراك. خلي بالك موضوع العقود. اه دايما العقود هنا في قانون في المانيا نهيت الجدد اوتوماتيك. اذا انت ملغتش العقد في الفترة اللي هم محددينها. بتاخد بالك الموضوع ده وتقرأ فيه كويس جدا. تمام? عشان بتلاقيش نفسك بتدفع بعد كده سنة زيادة او مضطر ان انت تشترك سنة زيادة وتدفع الفلوس شهريا. وانت اصلا مش محتاج الاشتراك دوت. تمام? فدي كانت اول نقطة. تاني نقطة ان انت اول ما توصل لازم في حاجات معينة كده لازم تأمن عليها. الاسف الواحد عارف الكلام ده متأخر. اه. فاول ما توصل امن على طبعا لو لو هتجيب عربية امن على عربية بتاعتك لو عربية حديثة امن عليها حاجة اسمها اللي هو يعني يبقى تأمين شامل غير التأمين الاجباري ده حاجة تانية. تمام? امن اعمل التأمين اللي هو اللي هو التأمين بتاع المحاماة. عشان لو دخلت مسلا في اي مشكلة ولا حاجة اتعاب المحاماة هنا غالية جدا مكلفة زي مسلا ان انت بتأمن محاماة عن في حاجة اسمها اه يعني لو انت مسلا اه صاحب العمل عمل فيك حاجة او مش عارف ايه فانت مش عارف ازا كان ده حقه ولا مش من حقه فانت ساعتها تقدر ان انت تسأل اه التأمين بتاع المحاماة بتاعك هم هيقدر يقول لك على كلامنا لان احنا طبعا الواحد ما يعرفش كل حاجة في القوانين يعني. تمام? اه عادة او التأمين المحاماة اللي بيبقى شامل اه الوظيفة يعني عشان الوظيفة بتاعتك وبيبقى شامل اللي هي مسلا الخلافات اللي بتتبقى ما بين المالك والمستأجر لو المستأجر اه لو المالك قصدي عايز مسلا ياكل عليك التأمين بتاعك اه عايز يدفعك حاجة زيادة بواسطة انت حاجة عايزه عايز يدفعها لك فانت مش هتبقى عارف ساعتها ازا كان ده صح ولا غلط وانا كل حاجة جماعة بفلوس مكلفة جدا خلي بالنا يعني مفيش حاجة يعني رخيصة او عشرين تلاتين يورو الدنيا هتمشي تمام لا الحاجة هنا مبالغ ومبالغ تخض يعني تمام والتالت حاجة اللي هي حوادث الطرق في المحاماة يعني اه احيانا مسلا حد ممكن اخبطك او انت مسلا تخبط عجلة عجلة تخبطك انت بقاش عارف مين الصح ساعتها اه لو رفع عليك قضية تقدر ان انت تدافع وتتوفر يعني محامي يقدر تدفع لك عن القضية بتاعتك يعني تمام طيب ده بالنسبة للحاجات اللي هو التأمين دي كانت تاني نقطة تالت نقطة عندك لو عندك اطفال انت جاي اه عندك مسلا اطفال او اه تولد طفل جديد مسلا في المانيا او كده من بدري من اول يوم او من قبل ما يتولد الطفل ده او اول ما توصل اعرف ايه حقوق اطفالك سواء حقوق مادية حقوق مسلا في المدارس حقوق التعليم حقوق اه في اي مكان مسلا بيرحو او بيزورو او حاجات زي كده اعرف الحاجات دي من بدري لان محدش هيجي يقولك انت ليك يا حبيبي ان انت مسلا اه الاطفال بتاقلهم اه المبلغ ده او الفلوس دي ان انت تاخدها محدش هيجي يقولك خدها وقدم عليها تمام اذا انت ما كنتش عارف وقدمت عليها هتخسر فلوس لان هو دلوقتي الاصر راجعي بقى مسلا مكسيمام ست شهور كان الاول سنتين تلاتة دلوقتي لا بقى مسلا مكسيمام ست شهور عشان تقدم وتاخد الفلوس بأسر راجعي فناخد بالنا من الموضوع ده لو عد عليك سنة خلاص هتلاقي ست شهور مبلغ كبير جدا ضخمة ضع منك ومباقتش عارف ان انت يعني هتندم على الوقت اللي راحت فاعرف حقوق اطفالك ايه بالزبط دي كانت تالت حاجة رابع حاجة تكون بتتكلم الماني كويس مش تكون ان انت بتتكلم الماني كويس يعني ان انت تعرف تتكلم وخلاص لا يعني تكون تعرف تكتب وتقرأ كويس ليه ان انت فالمانيا هنا التعامل دايما بيكون بصفة عامة او بصورة رسمية عن طريق الجوابات عن طريق البريد البريد اا يعني ده اثبات او مستند رسمي لاي حاجة مسلا يقولك اا انا بعتلك جواب ومفروض الجواب ده ان هو وصل لك يبقى انت عرفت المعلومة دي يبقى انت مفروض مسلا تدفع كزا او مش عارف ايه فانت لو الجواب ده واتساي جالك جواب كده هو روح مش عارف تقرأ وروح تراميه على جنب ممكن يجي لك مسلا بعد كده غرامة ان انت اتأخرت في رد او ان انت حصل اي حاجة فتكون بتعرف الماني كويس لازم هتعيش في المانيا لازم تكون تكلم الماني كويس حتى لو هتيجي على شغلانة بالانجليش او بتاقي لو انت عايز تعيش في البلد دي لازم تكون بتكلم اللغة بتاعتها كويس بتفهم يعني بتثقف نفسك كويس في القوانين بتاعتها بقدر الامكان طبعا انت يعني شغل ده تعرف كل حاجة تمام دي كانت رابع نقطة خمس نقطة ان انت ما تاخدش بكلام اي حد حتى لو كان الماني مهما كنت بتصق فيه اسأل ورا مرة واثنين وتلاتة واربعة وعشر مرات تمام احيانا انا كنت مسلا بتصد بالتليفون بخدمة العملة مسلا اي حاجة اي اي شركة مسلا بتصب خدمة العملة فتلاقي الموظف بيقول لك كلام معين حلو قال لك لا مسلا ما ينفعش ترغي الاشتراك بتاعك مسلا وخلص انت بتقفل على كده انت مسدقه ممكن ان انت بقى تتصل به اه مرة تانية ويرد عليك موظف تاني ويقول لك والله انت اه فعلا ما ينفعش ان انت ترغي اشتراكك بس ممكن ان انت تعمل حاجة تانية ويديك حل تاني انت مسلا الموظف الاولين عشان ماليش مزاج يتكلم مكان ما مقدش يقول لك كذلك في التعاملات الحكومية المانيا بيروقراطية جدا اه تعاملات المكتبية او الحكومية بتاعتهم فيها بيروقراطية احيانا الموظفين ما يبقوش عايزين يقولوا المعلومة عايزين يردوا عايزين اه شايفك اه حاجة معينة يكون عنصري عايز اه يوقف لك المراكب السيرة كده يعني فاسأل وراه وشوف ايه الموظف تاني وتالت واعرف بالزبط حقوقك ايه عشان يعني هنا اه هو مش مش كلامهم يعني نازل من السماء لا عادي بيغلطوا واحيانا ما بيقولوش معلومات وعادي جدا يعني زي اي مكان في الدنيا تمام طيب دول كانوا خمس اهم خمس حاجات لازم تعرفهم قبل وصولك المانيا او على اقل من اول فترة اه في وصولك لالمانيا اتمنى الفيديو كنا عجبكم وما تنسوش يا جماعة اللايك والشير اه خلي اه ناس كتير تستفيد بالمعلومات دي لان زي ما انا قلت محدش الاسف بيقول المعلومات دي على اليوتيوب خالص المعلومات اللي هي من الخبرة الشخصية مش مش هتلاقي ناس كتير فيه ناس كتير فيه ممكن تكون ناس بتعملها بس مش ناس كتير يعني ما ما صادفش ان انا قابلت مسلا يوتيوب عليها معلومات زي كده اتمنى الفيديو يكون عجبكم بغطلة ما نشوفكم معلخير الفيديو اللي جاي ان شاء الله يوم طيب جميل عليكم ويوم ممطر زي ما انتم شايفين كده يا الله سلام اشتركوا في القناة